اهلا بكم مشاهدين الكرام الى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص من العراق الى سوريا ولبنان فدول الخليج العربي واليمن وغيرها من الدول يبدو التدخل الايراني اليوم في اعلى مستوياته فما حقيقة الاهداف الايرانية في المنطقة وهل يقف النظام الايراني وراء الطائفية والفرقة السائدة بين ابناء الوطن الواحد وما هي سبل التصدي للدور الايراني في المنطقة للاجابة على هذه الاسئلة يسعدني انا اصطدف اليوم في الاستوديو الامين العام للمجلس الاسلامي العربي الدكتور السيد محمد علي الحسيني اهلا بك دكتور اهلا وسهلا في دردشتنا قبل بداية هذه الحلقة قلت انك عدت للتو من مؤتمر في بروكسل مؤتمر للأحواز والغريب انه بعنوان معا ضد الارهاب الايراني والاغرب ان يشارك في مثل هذه المؤتمرات رجل سيد عالم شيعي معمم شيء غير مألوف نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد العربي وعلى آله وصحبه وعلى أمهات المنين السلام عليكم وعلى سائر المشاهدين بالحقيقة هذا المؤتمر هو بدعوة من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز وهو كان تحت عنوان معا ضد الارهاب الايراني وان كان لدينا اشكال على التسمية لاننا لا يمكن ان نوصف اي شعب بالارهاب يمكن ان نقول معا ضد ارهاب مشروع ولاية الفقه هذا بالتحديد هو التصويب لان اليوم نحن لسنا ضد ايران كشعب او كجار ولسنا ضد اي من الشعوب انما نحن ضد المشاريع الهدامة وخاصة التي تتدخل في بلادنا العربية والتي لديها مشروع باحتلالها ونحن اليوم نقول بان هذا الارهاب نعم هو من صنيعة الولي الفقه من صنيعة هذا النظام ونحن جميعا كعرب ليس كسنة او كشيعة انما نحن كعرب نحن ضد هذا المشروع ولذلك بالعكس من الطبيعي ان يكون لدينا حضور بهذا المؤتمر وباقي المؤتمرات وباقي الساحات فنحن اينما كان هناك واجب عربي اسلامي فنحن من الحاضرين باذن الله نعم هذا المؤتمر كان من اجل توحيد الجهود من اجل مواجهة تدخلات وارهاب نظام الولي الفقه في ايران الاشكالية بالنسبة لكم مع نظام ومشروع الولي الفقه هل هي اشكالية شرعية برأيك ام سياسية؟ الاثنين معا لان اولا نظام ولاية الفقه والمعلوم والمعروف انه منذ ان انتصرت ثورة الشعب الايراني عام 1979 كانت انطلاقة هذه الثورة ليس على اساس ديني مذهبي لذلك اكثر الناس واكثر الدول واكثر الشعوب استبشرت خيرا بهذه الثورة لعدة اعتبارات ولكن سرعان من كشف لنا ولكل الناس بهذا الاتجاه ان بعد تأييدنا لهذه الثورة تبين ان هذه ثورة طائفية مذهبية تعكس مشروع امبراطوري فارسي صفوي قديم باتجاه امتنا العربية وهذا كان فعلا اول مسمار في نعش هذه الثورة الامر الثاني على المستوى الديني انها اعطت الشرعية لنفسها على المستوى الاسلامي وبان هذه الثورة الخمينية هي التي سوف تقود العالم الاسلامي وبالتالي هذا النظام الذي ابتدع بمعنى انه نظام ولاية الفقه وهو الذي الامر الناهي وبان طاعته من طاعة الله ومن طاعة الرسول فهنا كان المشكلة الشرعية حقيقة من الناحية السياسية ايضا نعم بان هذا النظام بما هو هدام لاوطاننا لانه كان يفرض على كل من التجى اليه او التزم بخط ولاية الفقه ان تمحي او تزول كل حدود الجغرافية الاوطان مثلا اذا انا كنت في لبنان كما فعل حزب الله في لبنان عام 1985 قال انني لا اعترف بالحدود ولا بالجغرافية الدولية انما انا كحزب الله انتمي الى ثورة الخمينية ثورة الولي الفقه وانا التزم بهذا الخط الولائي اذا امحة الاوطان وهذا ما يسبب خطر فعلا بمشروعه على الامة العربية تحديدا لانه يستدعي جلب واستقطاب كل هؤلاء الذين انخدعوا وضللوا بهذا المشروع الخبيث سياسيا وايضا دينيا على الامة الاسلامية كيف يمكن وصف مشروع الولي الفقه بالهدام للأوطان وهو الذي دعم المقاومة في لبنان في وجه العدو الاسرائيلي نعم بالحقيقة كلام حق يراد به باطل النظام الايراني لا يدفع شيء الا ان يأخذ مقابل له مثلا اليوم في سوريا تجد بان نظام ولاية الفقه وانا طبعا معلومات مهمة اود ان اقولها لكل المشاهدين ان ايران ليست هي جمعية خيرية الولي الفقه لا يقدم شيء لله نأتي الى مثلا الى سوريا كما قلت وبين منذ سنوات ونظام ولاية الفقه يتحمل الميزانية للدولة السورية فيدفع بالمليارات ولكن هل هناك مقابل نعم المقابل اولا بانه يأخذ عقارات يعني يأخذ الاراضي السورية ويسجلها باسم الحكومة الايرانية اذا ما يدفعه على انه يساعد كما الوصف والادعاء لسوريا سوريا طبعا النظام الفاشل الدموي الاسدي انما يأخذ مقابل ايضا اذا اتينا الى العراق والمعلوم بانه كل ما قدمه للعراق يأخذ بدل ذلك النفط العراقي ويأخذه ويشتريه باسمان بخث اذا لا يقدم شيء هذا النظام الا مقابل شيء اكبر منه نأتي الى لبنان ماذا قدم للبنان بعض حفنة من الدولارات لكن مقابل ذلك اخذ ولاء لكمية او لحجم كبير من الشيعة في لبنان واستعملهم اليوم في حروبه العبثية في مشروعه استغلهم اليوم للأسف البندقية التي تدعى بانها بندقية مقاومة بانها تحولت لقتال اهلنا مثلا في العراق تحولت لقتال اهلنا مثلا في سوريا تحولت لقتال اهلنا في اليمن وايضا في اماكن اخرى فاصبحت هذه بندقية مرتزقة فلا يحسب احد بان ما تقدمه ايران من اسلحة وعتاد ومن دعم لوجستي لأي جهة عربية سنية كانت او شعية انما هذا لله او يكون من دون مقابل لا ابدا ايران لديها مشروع واضح وفاضح في الدخول واحتلال الدول العربية من خلال ادوات عربية كيف يمكن تفسير هذا الالتفاف وربما من صح التعبير الانتماء من قبل شريحة واسعة من الطائفة الشيعية في الدول العربية الى ايران ومشروعها هل الصورة التي تفضلت بها غائدة عن هؤلاء؟ لا ابدا ما تفضلت به يمكن ان نقول بان هناك شريحة من الشيعة تحديدا انخدعت بهذا النظام واستدرجت عبر الدعاية المشبوهة للسير بمشروعه ولكن الكم الاكبر بانهم من المستفيدين من نظام ولاية الفقه من وجود نظام ولاية الفقه نأتي ايضا مثلا الى لبنان والى العراق تجد اكثر المنخرطين بمشروع ولاية الفقه من الناس نكرة كانوا فاصبحوا معرفة بسبب انطوائهم وانضمامهم لمشروع ولاية الفقه يستفدون من هذا الحضور العسكري والسياسي لايران في دولنا فهم على سبيل المثال تجد اغلب الصفقات التجارية الاقتصادية المشاريع الاقتصادية البيع الشراء الدعم المساعدات التي تأتي من ايران ويستفاد من خلال ايران تأتي هؤلاء على رأس هذه القائمة من فساد وما شابه ذلك فهم فعلا يستغلون الفرصة ويستفدون من وجودهم ضمن هذا الاطار فهؤلاء من المستفدين حقا وهم من الفاسدين طبعا لو فتحنا باب من من الفاسدين المرتبطين مع ايران بالعراق لا تجد الكثير على كل المستويات على المستويات حتى داخل بعض الوزارات حتى النواب حتى في بعض الصفقات على سبيل المثال تجد بان المخدرات الهيرونين الفارسي الذي يأتي من ايران الى العراق من الذي يروج له من الذي يأتي به تجد بالامس بانهم تم القبض على ابن محافظ النجف واحد القياديين بكتائب حزب الله العراق مثلا هؤلاء كلهم لديهم نفوز بسبب السلطة الايرانية والسيطرة الايرانية على العراق وبنفس الوقت تجدهم هم من يستفيدون على المستوى المخدرات على المستوى الترويج لامور اخرى سيئة ايضا اذا رأينا مثلا المظاهرات التي كانت في العراق ترى ان الشعب العراقي اليوم وهو طبعا في ارض غنية سواء في بترولها سواء في مائها في كل ما لديها تجد ان اليوم كل العراق ينطفد في اخر مظاهرات في بغداد وترى الهتافات بان بغداد حرة حرة ايران بره بره هذه على ماذا تدل وهم من الشيعة على فكرة لكن ليس من الشيعة المستفيدين هم من الشيعة من المواطنين العراقيين الشرفاء الذين نعتز بهم ونقدر لكن هم رأوا بان اسوأ ما يكون على العراق هذه الطغمة الحاكمة والمشروع السياسي الذي يسانده الولي الفقير كل من في السلطة اليوم تجدهم من الفاسدين لذلك نرى بان المشروع السياسي المدعوم من ايران سقط واسقط معه كل الحلفاء من المالكي الى كل من شبهه بذلك نعم هؤلاء من الشيعة صحيح ولكن من المستفيدين ومن النافذين ومن الذين يروجون لأفكار ونظام وبضاعة ولاية الفقه الخبيثة هؤلاء لا يمثلون الشيعة العرب الشرفاء حتما طيب ايران لها مصلحة في السيطرة على الدول العربية لكن هل ايران معنية بنشر فساد في الدول العربية كما تفضل قبل قليل ترويج مخدرات هل ايران معنية بنشر الفساد؟ نعم ايران لا يمكن فهي جرسومة والجرسومة لا تعيش في الاماكن النظيفة وهي لا يمكن ان تكون في الاماكن القوية انما ايران تنظر وتترصد وتتربص للشروخ في الحائط العربي وفي الدول التي تعاني من مشاكل داخلية فتنفز ايران اليها خاصة على المستوى الطائفية المذهبية تارة وبالدعاء نصرة المستضعفين اخرى فايران اليوم تتلبس في كل دولة حسب اللون وحسب المشاكل التي ترى نعم في كثير من الاحيان ايران تدخل الى الدول من خلال نشر الفساد واصلا الذي يتعامل معها والذي يروج لفكر من الفاسدين من الساقطين في المجتمع وهم من يريدون ان يخدروا الشباب في العالم العربي هم يريدون سواء بالتخدير المادي او المعنوي يعني اقصد بالتخدير الطائفي وبالادعاء بان هي مرجعية الشيعة العرب وان هي الذي ترع حقوقهم وتتابع ملفهم وشؤونهم لكن هذا غير صحيح هذا باطل فلذلك ايران نعم تنظر الى اي دولة ضعيفة متشرزمة غير موحدة لا يجد فيها القانون والمواطنة هي الاصل لتنفذ ايران الى كما حصل اليوم في لبنان كما حصل في العراق فانه شعب مفرقت فرقته الطائفية والسياسة وكل هذه الحروب التي عاناها العراق فدخلت ايران بمشروعها طبعا مع تنصيق مع دول كبرى واليوم نفذت الى العراق واليوم تجد على المستوى العراقي نعم ايران محتلة لجزء كبير من العراق بواسطة ادواتها ومرتزقة نعم ايران لديها مشروع احتلال للدول العربية ما هي مظاهر هذا الاحتلال اين يتجلى هذا الاحتلال الاحتلال عادة من مظاهره ان تكون هناك قوة عسكرية رسمية للدولة المحتلة في البلد المحتلة نعم بالحقيقة انا اقول بان اخطر ما في المشروع الايراني مشروع ولاية الفقه اخطر ما فيه وهذه نقطة مهمة بان ايران تسعى لاخذ التأييد الاسلامي كونها مرجعية لكل المسلمين لذلك ايران هذا هو مشروع الحقيقي فهنا نرى بان ايران عندما تستهدف بلاد الحرمين ايران عندما استهدفت العراق لان العراق بجيشه العربي القوي كان الحصن الحصين للامة الاسلامية متى نفزت ايران الى دولنا عسكريا بعدما ان سقط العراق وسقط الجيش العراقي وبعد ذهاب الرئيس صدام حسين فنحن نعلم بان كان السد المنيع وحاضن وحصن الامن القوم العربي كان العراق فاليوم بعد سقوط العراق نعم وجدنا ان ايران تغلغلت الى الدول العربية نأتي الى لبنان الحرس السوري الايراني دخل بعسكره الى لبنان طبعا عبر سوريا سوريا كانت بوابة الدخول العسكري الى المنطقة دخل الحرس السوري الى لبنان بدأ بحجة مقاومة اسرائيل بتشكيل خلايا ومجموعات وبالتالي اصبح واسس ما يسمى بحزب الله بنية وبعنوان مقاومة اسرائيل ولكن كانت الحقيقة الهدف هو ان يكون حزب الله هو الادات التنفيذية والقائم باعمال نظام ولاية الفقير في الدول العربية فهو استغل درب درب لذلك واعطى كل الاسباب الدعم لحزب الله واليوم نحن نرى بان ما يقوله الخامنئي في طهران ينفزه نصر الله في لبنان فهذا هو سبب من اسباب او نمازج التدخل وعندما يقول شمخاني بان اصبح لدينا قواعد على البحر المتوسط اي لبنان وبكل صراحة قال روحاني منذ ايام بان لبنان يعني لنا وان نحن ما يؤكد او يقول السلم والحرب في لبنان نأتي الى العراق هنا الطامة الكبرى والمصيبة العظمى العراق البلد العربي الذي طالما سعى الى الدخول اليه الايراني منذ زمن ولم يستطيع الا بعد الحرب التي قامت وبعد الفتنة وبعد المؤامرة التي ضربت لماذا هذا الحرص على العراق تحديدا؟ ايران ايران منذ ان وجد العراق وهي تحلم بالعراق قبل القادسية وبعد القادسية هذا موضوع تاريخي ودائما كان الند للفرس لايران كان العراقي لذلك سعت اطراف كثيرة وللأسف لضرب هذه العزة والكرامة وهذه القيمة والبطولة والشجاعة العراقية العراق اليوم لا يمكن كان ان يحكمه احد العراق هو صاحب السورات سورة العشرين وما شابه لم ينتصر احد بالعراق الا العراق والتاريخ والسنن تقول ذلك لذلك الايراني حاول ان يحطم هذا النموذج وان يدخل بعدة طرق فدخله على الدبابة الامريكية البريطانية الى العراق ونحن نعرف المؤامرة وحجم المؤامرة التي جرت على العراق وكان الهدف واحد هو ضرب الامن القوم العربي وهنا الخطأ العربي لو كنا جميعا وقفنا مع العراق في حينه ما كانت كل هذه ما كان اصلا الانخراط والمشروع التفتيتي نفذ من العراق الى باقي الدول لذلك كان كما قلت وبينت العراق طالما كان السد المنيع فالعراق هو الذي كان يحمي الخليج العربي من مشروع ايران لكن اليوم من الذي فعلا خسر اليوم كل العرب فيه خسران بسبب ما جرى على العراق اما بالعراق نأتي اليوم نرى بان قاسم سليماني والحرس السوري الايراني هم من من اسسوا الحجد الشعبي بغض النظر اذا كانت بفتوى من هنا وهناك وهنا انا كان عندي علامات استفهام بتأسيس الحجد الشعبي طبعا الدفاع عن الوطن واجب فطري وقومي وشرعي ولكن ماذا عندما احتل العراق لماذا لم ينطق احد من مراجع الدين بفتوة الجهاد ضد المحتل لماذا عندما اصبح المشكلة داخلية ومع بعض اخواننا ومن اهلنا اهل السنة في العراق خرجت الفتاوي واصبح هناك تأسيس لحجد كبير ومسلح ومدرب اعتقد ان ايران طبقت النموذج اللبناني ايضا على البعض من الملتزمين بها من شيعة العراق بحيث دربتهم ومولتهم واعطتهم كل اسباب القوة من هنا اليوم نحن اقول ان اخطر ما اليوم ما يهدد امن واستقرار العراق هو النفوذ الايراني عبر هؤلاء والاخطر من ذلك اذا دخلوا هؤلاء الى البرلمان الى البرلمان يعني التشريع النيابي والى الوزارة والى الحكومة فهؤلاء هم رجال ايران هذا ما يتم تخدر له طبعا هنا المشكلة انظروا الى ان اقول للعراقيين الشرافاء بسنة شيعة اكراد كل ما لديهم انظروا الى مشكلة لبنان بدأ حزب الله كمقاومة اليوم حزب الله هو الامر الناهي وهو المسيطر على الدولة وبالتالي يقول السيد نصر الله يقول اني جندي صغير عند الولي الفقه في ايران قرار الحرب والسلم ليس لبناني وليس عربي انما في ايران فهل تريدون انتم يا اخواننا يا اهلنا في العراق ان يكون قرار السلم والحرب والامن والاستقرار والقرار السياسي بيد طهران هل هكذا تورد الابل لذلك انتبهوا فاليوم ما اقدم على تأسيسه الحرس السوري من حجد وغيره اليوم اصبح ما بينه كان يستعمل بحجة بانه حرر الارض انما اليوم في العملية السياسية يدخل وبعدها لا ادري هنا نقول العراق مختطف اليوم العراق وباقي الدول العراق محتل مختطف امر سهل لكنه محتل احتلال سياسي وامني وايضا احتلال ديني اليوم نحن نرى ان اهلنا في الجنوب العراقي مثلا من الشيعة انتفضوا على ايران لا يريدون ايران النفوذ الايراني اليوم في السماوة في العمارة حتى في كربلا في النجاح اليوم هناك بدأ الاسوات تخرج بدأ الوعي لاهلنا في العراق لا يمكن ان يكون لنظام ولاية الفقه الايراني ان يحتل هذا البلد الكبير العريق بتاريخه بكل ما فيه نعم لا بد ما ان يكون هناك انتفاضة شيعية على الوضع الداخلي في البيت الشيعي وهذا يتطلب ايضا مسئولية من الدول العربية ان يقفوا مع اهلنا مع اخواننا حتى لا يمتد ايضا الى باقي الدول المجاورة لان المقصود تغيير هوية العراق العربية وابعادها عن الدول المجاورة الدول الشقيقة وان يقوم العراق بدور سلبي تجاه اخوانه وجيرانه سواء يهدد امن واستقرار المملكة العربية السعودية او المملكة الاردن او ما شابه من ذلك انا اقول ان للعراق بالنسبة لايران دور جسر وادوات سيستغل في عملية ابتزاز اخرى للدول العربية وسوف يكون للاسف منصة لاستهداف امن واستقرار الدول من الكويت الى السعودية الى الاردن عبر شيعة هذه الدول عبر كل الملتزمين للأسف انا اقول في العراق من يلتزم بخط ولاية الفقه او ايران ليس بعض الشيعة انما ايضا بعض من السنة للأسف لذلك نظام ولاية الفقه ما خطط له في العراق خبيث وخبيث للغاية فانه كما قلت كما ان هناك من المستفيدين من مشروعه ومن نفوزه داخل العراق من الشيعة كذلك الحال بالنسبة لبعض اخواننا السنة الذين انخرطوا بالعملية السياسية الذين دخلوا واصبحوا ادوات وليس باستقلال او اصحاب سيادة بهذا الاطار نعم منهم من يستفيد من الوجود الايراني ويأخذ الرضا من ايران ويتبرك من ايران بكي يكون له منصب هنا او يكون له مكان هناك هذا على المستوى نأتي الى سوريا ايضا كذلك نفوز ولاية الفقه كما قلت اليوم سوريا العربية سوريا قلب العروبة اليوم تخضع لقرار ولتوجيهات ولإرشادات ولأوامر نظام ولاية الفقه نتحدث عسكريا وسياسيا وامنيا بلد محتل بكل معنى الكلمة نأتي الى اليمن نفس الشيء فما بالك بالبلاد الاخرى هذا واضح وفاضح ولا تستحي ايران به نعم تتهم ايران بزرعة طائفية في الدول العربية كيف يستوي ذلك مع دعم ايران لمؤسسات عديدة وكبيرة مؤسسات تدعم الاعتدال وتدعو للاعتدال والتعايش المشترك بين السنة والشيعة تحديدا نعم بالحقيقة ما تدعيه ايران غير صحيح اولا ايران تارة تتحدث بالطائفية وهي تتخذ بدستورها وهي للعلم بان اول دولة بالعالم في دستورها دستور مذهبي يعني وليس ديني بمعنى الاسلام لاننا نرى الى بعض الدول الاسلامية منهجها ودستورها اسلامي وليس مذهبي لكن ايران في دستورها نص مذهبي على ذلك الامر الثاني ايران تدعي حسب المهمة التي تريد ان تخوضها مثلا ايران اذا تريد ان تدغضغ بعض مشاعر اخواننا السنة تأتي الى فلسطين وتقول باني انا الحامل فلسطين انا الداعم للقضية الفلسطينية القدس هي قبلة او الاقصى قبلة المسلمين نعم وسعت واسست قوة وبكل ذلك بعنوان فلسطين صحيح وهذا كلام حق لكن الامر الباطل هو باستطاعت ان تستدرج اخواننا من الفلسطينيين من حماس من الجهاد من بعض اخواننا ايضا من اجل ان ينخرطوا بمشروعها وبالتالي نرى بان هناك سمع وطاع من قبل بعض اخواننا السنة الذين صدقوا بان ايران هي مهتمة بالصراع الاسرائيلي بهذا الاتجاه نعطي ايضا الى بعض الدول الاخرى مثل الجزائر على سبيل المثال نرى ان ايران وصل دور ايران الى الجزائر ايران علاقة ايران بالجزائر متينة جدا فما اسس في الجزائر وما كان لايران لها في العشرية السوداء الى اليوم واقع ايران قوي ايران دخلت الى افريقيا نحن اين ايران صاحبة مشروع اما بالنسبة للاعتدال وانها تدعي بانها مرجعية الشيعة اقول مثلا في الاهواز العربية واني اتيت الان من المؤثمر اغلب الاخوة في الاهواز العربية من الشيعة ولكن نرى ايران لعروبتهم لعدم اتباعهم للوليين الفطير مع انهم شيعة تظلمهم تقمعهم تسجنهم للباسهم العربي تعدم ليتكلم او ينطق بالعربية تجعلهم على المشانق ايران لا تهتم لا لموضوع الطائفية يعني شيعة غير سنة وتعدمهم لانهم الاكثرية قلت شيعة ولكن تقوم باعدامهم بقمعهم بظلمهم فقط لانهم عرب فانا اقول ان الادعاء بان الشيعة وان هي صاحبة هذه الدعوة لا غير صحيح طيب بقي معنا اقل من دقيقة للختام ارجو ان يعني باختصار ما هو المطلوب من العرب سنة وشيعة للوقوف بوجه المشروع الايراني باختصار انا اقول بان لنظام ولاية الفقيه مشروع اعلن عنه وهو مشروع حقيقي وقوي ونافذ وكل يوم نظام ولاية الفقيه يسعى لتطبيقه في الدول العربية علينا نحن ان نعي الى ذلك وان نكون مشروع مضاد له بالكم وبالنوع وعلينا ايضا ان نهتم بشيعة العرب ان نحفظهم ان نقويهم ان يكونوا دائما مع اخوانهم السنة جنبا الى جنب لمواجهة هذا التحدي وهذا المشروع القومي وليس المذهبي شكرا جزيلا الامين العام للمجلس اسلامي العربي الدكتور السيد محمد علي الحسيني على هذه المشاركة معنا الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء اهلا وسهلا